بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي طلاب صف الرابع الابتدائي مدارس معالم التربية الأهلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يا شباب هو مقارنة الكسور وترتيبها ولا بد لنا في بداية كل درس من التعرف على فكرة الدرس فكرة درسنا اليوم أقارن بين الكسور وأرتبها أقارن بين الكسور وأرتبها انتقل إلى فكرة استعد اشترت ابتسام أربع قطع مختلفة من القماش لتستعملها في حصص التربية الفنية ويوضح الجدول المجاور أطوال تلك القطع السؤال بقى شباب أيهما أطوأ قطعة القماش الحمراء أم الصفراء يبقى يريد مننا المقارنة ما بين طول القطع الحمراء وقطع الصفراء الحين يا شباب نناظر الجدول على اليسار القطع الحمراء يمثلها الكسر 5 على 8 والقطع الصفراء يمثلها الكسر 3 على 8 وللمقارنة ما بينهم سيتم رسم مستطيل أو نموذر مثل الأمامنا ويتم تقسيمه إلى ثمان أجزاء متساوية ليه ثمانية يا أستاذ؟ لتمثيل الكسر 5 على 8 أدام المقام 8 يبقى يتم تقسيم الشكل إلى ثمان أجزاء متطابقة أو متساوية ويمثل كل جزء منها 1 على 8 1 على 8 تمام هنبتدي يا شباب بقى نظلل على عدد البسط البسط فيه كام؟ خمسة يبقى تم تضليل خمسة أجزاء هذه واحد 2 3 4 5 يبقى 5 على 8 هذه خمسة أجزاء مضللة من ثمان أجزاء مرسوم الكسر آخر أيضا ثمان أجزاء ونفس المستطيل بنفس الطول ونفس الشكل نقسم إلى ثمان أجزاء متطابقة سيتم تضليل كام جزء يا شباب ثلاث أجزاء هذه واحد 2 3 لتمثل ثلاثة على تمانية يبقى هذا النموذج يمثل خمسة أجزاء على تمانية يعني خمسة على تمانية والآخر يمثل ثلاثة على تمانية أيهما أكبر يا شباب خمسة على تمانية أم ثلاثة على تمانية أولا أمامنا نلاحظ أن خمسة أجزاء من ثمان أجزاء أكيد أكبر من ثلاث أجزاء من ثمان أجزاء أكيد خمسة أجزاء هي أكبر ممتازين إبقى خمسة على تمانية أكبر من ثلاثة على تمانية وحاجة تانية يا شباب لما يجد قدامك إن الكسرين لهم نفس المقام تتم المقارنة عن طريق البست إذا وجد أن الكسرين اللي أنت تقارن ما بينهم لهم نفس المقام هنا 8 و проблема 8 أو أي أن كان يبقى المقارنة عن طريق البست بمعنى هنا المقامين شبهين 8 و 8 يبقى نقارن البست 35 و 3000 أكبر أكيده 5 يبقى 5 على 8 أكبر من 3 على 8 نستنتج أن إذن قطعة القماش الحمراء أطول من قطعة الصفراء ننتقل إلى مثال أيهما أطول في نفس الجدول أيضا يا شباب تكملة القطعة الزرقاء أم الخضراء هنا يبي قارن ما بين القطعة الزرقاء والقطعة الخضراء المقارنة ما بين الخمسة على تمانية والثلاثة على تمانية تختلف شوية عن المقارنة ما بين النصف والربع لأن خمسة على تمانية والثلاثة على تمانية زي ما قلنا شباب لهم نفس المقام فإن المقارنة ما بينهم أسهل تكون المقارنة ما بين البسط أما واحد على اثنين وواحد على الاربع سنقارن عن طريق خط الأعداد نرسم خط أعداد ونقسمه إلى أربعة أجزاء متساوية خلاص يا شباب زي اللي أمامنا هنا نبتدي ترقيم من اليسار صفر ثم ربع ثم اثنين على أربعة ثم ثلاثة على أربعة ثم واحد اللي هي أربعة على أربعة سنظلل أو سنوضح الجزء الذي يمثل واحد على أربعة كما هو موضح باللون الأزر نرسم أيضا نفس خط الأعداد بنفس الطول يا شباب عشان التوضيح أو المقارنة تطلع معاك مصبوطة لابد أن ترسم خط الأعداد بنفس الطول هنا قسم خط الأعداد إلى جزئين فقط لأننا نريد أن نمثل الكسر نصف وهو لتوضيح المسافة هنا يا شباب شوفوا المقارنة بقت سهلة كيف؟ هنا ستقارن ما بين اللون الأزرق المسافة اللي باللون الأزرق والمسافة اللي باللون الأغضر أيهما أكبر يا شباب؟ واضح طبعا مسافة اللي باللون الأغضر يبقى يتضح من خط الأعداد أن النصف أكبر من الربع النصف أكبر من الربع إذن قطعة الكماش الخضراء أطول من القطعة الزرقى يبقى قطعة الكماش الخضراء أطول من القطعة الزرقى ننتقل إلى مثال آخر يبقى منك ترتيب الكسور رتب الكسور 2 على 3 و 1 على 2 و 7 على 12 من الأصغر إلى الأكبر هناك أكثر من طريقة أول طريقة هي خط الأعداد نمثل الكسر 2 على 3 على خط الأعداد بتقسيم خط الأعداد إلى ثلاث أجزاء متساوية ونوضح المسافة باللون الأزرق هي المسافة دي التي تمثل الكسر 2 على 3 نرسم نفس خط الأعداد بنفس الطول بأكد يا شباب نفس خط الأعداد بنفس الطول عشان المقارنة تطلع معك صحيحة ونقسم إلى جزئين لتمثيل الكسر نصف أهو ولتوضيح المسافة نصف أو من سفر إلى نصف باللون الأحمر ننتقل إلى الكسر الثالث هو 7 على 12 نفس خط الأعداد يتم تقسيمه إلى 7 أجزاء إلى 12 كزء متساوي وسنوضح أو سنعلم على 7 أجزاء فقط يبقى هذه المسافة التي تمثل 7 على 12 هنا شباب عشان نرتب من الأصغر الأكبر شوفوا السهولة وصلت بقى أن انت بتقارن ما بين المسافات الملونة طيب هو عايز من الأصغر أصغر مسافة فيهم يا شباب هي اللي باللون الأحمر التي تمثل النصف ولا اللي بالأزرق التي تمثل 2 على 3 ولا اللي بالأخضر التي تمثل 7 على 12 أيهما أصغر يا شباب نعم التي تمثل نصف الياب اللون الأحمر طيب اللي بعدها اللي بعدها مين؟ الأكبر منها شوية الياب الوسط مين 7 على 12 الياب اللون الأغضى ثم أكبر مسافة فيهم وهي اللي باللون الأزرق التي تمثل الكسر 2 على 3 إبه ترتيب الكسور من الأصغر إلى الأكبر هو نصف أقل من 7 على 12 أقل من 2 على 3 ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي عن طريق الكسور المتكافئة كيف الكسور متكافئة شباب؟ الكسور الثلاثة اللي عندنا هنحاول نخليهم لهم نفس المقام يبقى زي هنوحد مقامات خليهم مثل المقام الأكبر وهو 12 يبقى عندي 2 على 3 طيب الثلاثة عايزين نخليها 12 تضربها في كام؟ 3 ضرب كام يسوي 12 3 ضرب كام؟ 3 ضرب 4 يبقى هنضرب البسط والمقام في نفس العدد هو 4 ليه؟ 4 يا شباب عشان نبقى نخلي الثلاثة تصير 12 يبقى 3 ضرب 4 بـ 12 يبقى عندنا البسط هيصير 2 ضرب 4 بـ 8 و 3 ضرب 4 بـ 12 واحد يقول لي طب ليه خلينا المقام 12؟ إيه السبب؟ عشان تصير المقامات متشابهة فبالتالي المقارنة تكون عليها سهلة إن المقارنة هتكون عن طريق البسط فقط سنغير الكسر الآخر أيضا 1 على 2 عشان الـ 2 تصير 12 هنضرب فيه 6 في البسط والمقام كما هو موضح 1 ضرب 6 هيساوي 6 و 2 ضرب 6 هيساوي 12 أصبح الثلاثة كسور اللي عندك هي 8 على الـ 12 و 7 على الـ 12 و 6 على الـ 12 هتقارم بين بسط كل كسر ورتبها من الأصغر إلى الأكبر طبعا مش محتاجة أي صعوبة صارت من الأصغر يبقى 6 على الـ 12 7 على الـ 12 8 على الـ 12 يبقى شايفين يا شباب ثلاث كسور هذولي لهم نفس المقام يبقى المقارنة عن طريق البسط أصبحت 6 ثم 7 ثم 8 6 على الـ 12 اللي هو النص 7 على الـ 12 اللي هو 7 على الـ 12 كما هو 8 على الـ 12 اللي هو 2 على الـ 3 يبقى الترتيب الأخير نفسه حج الطريقة الأولى نص أقل من 7 على الـ 12 أقل من 2 على 3 تعلمنا اليوم يا شباب مقارنة الكسور تتم مقارنة الكسور بطريقتين أول طريقة هي خط الأعداد كيف خط الأعداد ثم النماذج وطريقتين يا شباب هم خط الأعداد والنماذج خط الأعداد قلنا نمثل الكسر على خط الأعداد وتوضح المسافة بتاعته ثم ترسم نفس خط الأعداد بنفس الطول للكسر الآخر وتقارن ما بين المسافتين على خط الأعداد النماذج سيتم تضليل النماذج المتطابقة بالشكل أمامنا والمقارنة بين عدد النماذج المظلة في نهاية درسنا شباب أتمنى التوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته